استقبلت مستشفيات محافظة شمال سيناء عددا من الجرحة من الأشقاء الفلسطينيين لتلقي العلاق والرعاية الطبية وقامت المحافظة بتوفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحة الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات لهما حيث وصل 49 مصابا إلى مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصية وتم تحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة وقام محافظة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بزيارة الجرحة الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاق في مستشفى العريش العام وأكد المحافظة على أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير وأنه سيتم استقبال دعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى متمنين الشفاء العاجل للمصابين